بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد علي فضل الصلاة والسلام أهلا بكم جميعا في الفيديو النهاردة هنوضح طريقة بسطة جدا لعكس اتجاه المحركات باستخدام درايفر L293D نبدأ على بركة الله هنحتاج معنا اتنين مفتاح او بوش بوتن وطبعا الـ IC L293D وهو موضح المخطط هنحتاج مطور بجير بوكس لكي يبان انه يلف ونقدر نبان عكس الاتجاه فيه طبعا لو جبت مطور ممكن صعب ان يبان في التصوير هنركب علي العجلة لكي توضح بعد ذلك هنبدأ التوصيل هذا هو الرسم التوضيحي الذي ظهر امانكم على الشاشة سيبقى موجود معنا في التفاصيل او التفاصيل هنبدأ نوصل طبعا هذا هو الطرف الموجب الطرف الموجب الخاص بالـ IC طبعا هذا عبارة عن اتنين IC يعني تقدر تشغل عليه اتنين محرك تقدر تحكم فيهم يمين وشمال يعني تقدر تركب عليه اربع مفاتيح تحكم فيه في محركان يمين وشمال والطرف الموجب في النص هو الطرف الارضي هم الطرفان الموجب في النص في الاتجاه هم عبارة عن طرف السالب والطرف الثاني وهو الطرف الاخراني هو طرف الـ Enable وهنحتاج معنا لمقومتين واحد كيلو عشان نوصلهم على الطرف السالب في الطرف اللي خارج رايح للـ IC عشان يتديروا امر اليمين والشمال في عكس اتجاه المحرك بعد كده هنوصل الطرف الثاني في المفتاح هنوصله في الطرف الموجب طبعا الطرف الموجب اللي هو الرئيسي طبعا نستخدم كباري ليس شرط انت طبعا لا تستعمل على الاتجاه هتنفذ مشروعك هتوصل سلوك على طول هتلحم اسلاكك بشكل مباشر طبعا انا مهدي الفيديو هم خليني ماشئ بالتصوير البطيئ عشان تكون كل حاجة واضحة لان في ناس كتير سألتني على الطريقة دي هنوصل الطرفين اللي هم بتوع الأوامر هتركب ما بين الطرف المقاومة اللي رايحة لفرد على طرف السالب والطرف الثاني رايحة للمفتاح هنوصل الطرف الثاني اللي هم بعد طرف الانيبل وطرف الكهرباء طبعا في المفتاح الثاني في نفس الطرف الطرف السالب هتوصلوا في الطرف السالب هتوصلوا في الطرف السالب طبعا الرسم التوضيح موجود سيكون موجود معكم في الدسكريبشن ونوضح هذا ونحط كل التفاصيل عن مدونة هو جري عمل مدونة ونشاء الله سيكون كل التفاصيل موجود ثم سيكون موجود ثم سيكون موجود بربط الطرف الموجود بالطرف الموجود بالطرف الموجود لراحل المفاتيح حتى يكون معنا موجود وسالب واحد بالشكل نخليها كده اوضح طبعا الرسم التوضيح الموضح اكتر من كده لكن هناك الناس تقول لي انها لا تفهم لكن يجب نوضح الأطراف كلها بالشكل بعد ذلك سنحتاج لجاك في ميل مثل هذا وهتوصل مصدر الطيار الكهربائي على حسب اللي موجود معك او حسب انت تشغله فيه طبعا ده ممكن تستخدمه في استخدامك كتير انك تقدر تغير اتجاه المحرك ونحن وضحنا قبل كده ازاي تقدر تفصل المحرك بالاستضام نقدر ندمج مع بعض ونعمل حاجة كويسة مثلا تحريك سطارة حاجات كتير تقدر تعملها كل واحد هو عارف هو يحتاجه نجرب على بركة الله كده تمام جدا كده واضح جدا انه لف يمين ولف شمال بالشكل المبين امامكم تمام جدا وكده ان شاء الله نكون وصلنا لهاية فيديو في تقديم المعلومات لا تنسى من صالح دعاواتكم لا تنسى تدعمنا لايك لا تنسى اشتركوا في التعليق اصفل الفيديو وان شاء الله نرد عليه في احراب وقت كل شيء ذكرناه في الفيديو ستبقى موجود اسفل الفيديو ورابط صفحتنا على الفيسبوك ستبقى موجود اسفل الفيديو في الديسكريبشن لا تنسى تعمل سبسكريب وتضغط علامة الجرس عشان يوصل لك كل جديد وتشترك معنا في صفحتنا على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيئة ستبقى مbones نعنت المتوسيقى لم какоеك